اشتركوا في القناة ثمانية أسنين التالي العبيد كانت تعيش بالخوف والخوف هذي ولا حاجة عادية يعيشوا به ما نذكرش برشا حاجات أما نذكر آخر خطاب البن علي الوثلاث جنفية هيك كل ناس ما في العبيد الكل تحكي على اليوتيوب اليوتيوب تحل في بيلي بيهم اللون مجازان جديد يخي بعض فمت الحكاية سوشال ميديا حاجة باهي أنك تعبر على رأيك بكل حرية كما صارتلي أنام على جروب شاميك هبطت الساتوي وتفعلوا معي برشا ناس وعجبتهم الفكرة أما زادة مرة هبطت الساتوي على وضع التعليم في تونس والبروف كتاب لي كومنتار وفصخ وأنا بعد ذلك في زولات اخترت الانترنت على خاطر في الانترنت نجم نتفرج في اللي نحب عليه وقت ما نحب وصنبوب ديجا معنا هؤونة اللي نتحكم فيسبوك والإنستغرام واليوتيوب هما دليلات متاعي وهما صورة دهنفرميسيون لنأخذ منها الانفرميسيون متاعي ولكن بعض الانفرميسيون تكون فيك كما جيجر تصبوها في بيرج كما يزعل أفويت باش الفيسبوك متاعي متحكيش شاي يفتس أحسن حاجته هي حقنا في دير المعلومة ساهل برشة حاجات أي مسؤول نمشيله لأي دارة نخط معلومة في سلمو وما تطريتش لأني نعمر مطلب مرة نصور في ربرتاج وكان وقتها البوليسي يضربوا في الشابات وكان صاحف الأخر معي يصور فكرها أنا عزيتها على السوشيال ميديا وعادي بكل حرياء وهو وقتها تمنع بشي عضيها على التلفزاء ترى بعد سمعت بيلي هو قدم استيقاله قمت بتغطية اجتماع في الولاية بحضور وزير صارت مشكل مبين ومبين مواطن وسائل العلمين كنت صاحبت كنا نجاعة نصور في الاخر عايتولي فاكل الكاميراء مرة رجعت كان بعد عام مكسرة وأكيد الفيديو مفسخ مرة كنا عنا برنامج سياسي ووظهور فيه ضيف بصورة خايبة لحزب نتياه بعد جيتنا قويور مسايد الوزيرة وأنا نقصه البرج ونحويل حلقة بحكم هايو تنتمي نفس الحزب نتصور انه بانسوية التكنولوجيا بشتطور يعني بشتطلع معها الفيك نيوز والحقيقة بشكون مغايبة تثيغة المواطن بشتقل برشا دونك بشيكون إزوري برشا مستقبلان نرى اللي تكنولوجيا بشتطور وهكايا وسائل مقاومة الفيك نيوز بشتطلع وهذي أكثر حاجة تخالي المواطن يوالي عنده ثقة في مصادر المعلومات اللي تجي بكومولتير بأرتيك اللي بفوتو ولا بفيديو أنا اللي نكتب بتاريخ معلي يكين نكتبه بصحيح لات اشتركوا في القناة